مدينة صحية تتطلب فكرة عن الشرائح السكانية عن البناء التحتية عن أعداد المدارس المنتزهات إذا كان هناك مصانع إذا كان بناء تحتية تحاكي أنماط الحياة الصحية لذلك يلعب دور أساسي فيها المستوصف أو المركز الصحي وتبعيتها لمستشفى وغيرها هذه بعد ما تتوفر الفورمة هي أعلان التزام من هذه المدينة عن قبول التحدي للدخول إلى الشبكة العالمية للمدن الصحية يتبعها ثلاث ألوان اللون الأول هو التسجيل لون البرتغالي ثم تأخذ اللون الأزرق التي هي من خلالها تظهر هذه المدينة مجموعة من الفعاليات التي من خلالها تخضع نفسها لحوالي ثمانين شرط طبعا هي محاور تسعة في شيء خاص في البيئة في شيء خاص في الصحة في شيء خاص في المجتمع في شيء خاص للمياه في أشياء خاصة يعني بالسلامة بالأمور هذه اللي من خلالها تظهر هذه المدينة أنها هي ملتزمة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه يعني يكاد يكون ثمانين بالمياه إلى خمسة وثمانين بالمياه موجودة عندنا في الكويت وخالصة عندما تقدم كمية كافية من الأبحاث وتدفق المعلومات والأنشطة اللي قد تكون مرة ماراثون قد تكون مرة احتفالية منافسة يعني من قصص النجاح اللي موجودة مثلا في مدن سباقت في هذا المجال ليعطاء دور أكبر للمستوصف اللي في المنطقة من خلال مثلا تبرع أهالي لدخول على التلفون وتحديد الموعد أو الدكتور اللي أنت تريده جانب آخر عمل حملات لتعزيز الوقاية من خلال دورات إسعافات أولية مماشي تنافس لتخفيض الوزن تحديد وتعامل لتعامل مع الأمراض الأكثر شيئون على مستوى المنطقة قصة نجاح أخرى اللي هي تمت في مدينة الرحاب مثلا الصحية اللي هي تحويل أو النجاح في أعطاء جرعة معرفية وتدريبية لأكثر من ثلاثمائة سيدة وربما رجل كانوا يأخذون أبر الإنسولين لكن من خلال دورة مكثفة بالتدريب وتوفير أدوات اللازمة في هذا الموضوع للمرضى ولذويهم الثلاثمائة اللي كان يعني يشكل عبع لخروج السيارة اللي تأخذ المرضى والدور من بيت لبيت لأعطاء لهذه صارت صفر وهذه ما كان لتكون لو لا كان هناك قيادة التزام ويعني دعم مباشر من معالي محافظة الفروانية وشخصية مبادرة مثل دكتورة رحاب نجار اللي حولت هذا الحلم إلى واقع فبالتالي هذه الأولويات تختلف يعني من منطقة لأخرى ومن فرصة إلى أخرى ومن يعني تكامل جهود حكومية شعبية أهلية تعليمية إعلامية إلى تحويلها إلى ولادة أكثر أو ولادات من قصص النجاحات في هذا الموضوع إذا نجحت المدينة بالانتقال من اللون البرتقالي إلى اللون الأزرق ثم إلى اللون الأخضر بذلك هي تخضع نفسها لهذه المعيارية اللي من خلالها تكون قادرة على الدخول على شبكة عالمية للمدن الصحية وبالتالي إحنا اليوم يعني نفرح في أن يكون عندنا هذا الكم من المدن اللي اليوم سنتسجل تاسعة لكن في الحبل الغارب هناك أكثر من من 12 إلى 20 مدينة بدأ الحراك فيها لاستكمال حد الأدنى اللي هو التسجيل ولا يخفيني أني أقول أن هذه فرصة أو بوابة من خلالها نباهي بما تفرى الكويت لأهالها لجودة الحياة والحراك الشعبي الذي لوجهه إيجابيا يخدم أهالي المنطقة ويستكمل كل الخدمات الحكومية اللي هي موجودة يهدف برنامج المدن الصحية لتحقيق الصحة للجميع بأسلوب الاحتياجات التنموية الأساسية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة من خلال تحسين نوعية حياة أعضاء المجتمعات نحن لله الحمد في مكتب المدن الصحية بالتعاون مع المتخذين القرارات داخل وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة في جميع المؤسسات الحكومية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني حققنا بعض الخطوات اللي نعتقد أنها هي قوية بحيث أنها ترسخ وتثبت مفهوم المدن الصحية في دولة الكويت طبعا المدن الصحية هي مبادرة عالمية من منظمة الصحة العالمية تبنتها دولة الكويت وسعت لأنها تزيد عدد المدن المسجلة في هذا البرنامج حتى تحصل على الاعتماد كمدن صحية اليوم نحن بصدد أن نسجل المنطقة الرابعة التاسعة من مناطق الكويت على خريطة المدن الصحية الإقليمية اللي هي منطقة عبدالله المبارك في محافظة الفروانية سبق ذلك عدد من المناطق كانت أولها اليرموك ثم بعد ذلك العدالية ثم الرحاب ثم منطقة السرة ثم منطقة العيون ثم منطقة جابر العلي ثم منطقة الزهرة وأيضا اليوم نسجل منطقة عبدالله المبارك هناك عدد من المعايير العالمية عطتها منظمة الصحة العالمية عددها 80 معيار موزع على 9 محاور إذا استوفت المدينة 80% من هذه المعايير هي تقدر أنها تحصل على الاعتماد كمدينة صحية لمدة 3 سنوات الآن المعايير هذه منوعة هي ليست خاصة بخدمات وزارة الصحة ولا بس بتحسين المستوى الصحي الهدف البعيد للمبادرة هو تحسين المستوى الصحي لكن العمل من خلال معايير مختلفة بعضها تعليمي بعضها اقتصادي بعضها أمني استعداد للطوارئ المحور البيئي محور وايد مهم وأيضا تنظيم المجتمع حتى يستطيع أنه يعمل ضمن منظومة العمل في المدينة الصحية الأمر الآخر اللي وايد مهم أن هذا العمل وهذه الروح تقوم على العمل التطوعي وبالتالي إذكاء روح التطوع داخل المدن اللي قاعدة تشتغل شيء وايد أساسي عملية التطوع ما هي يديدة في المجتمع الكويتي قديمة ومتجدرة ولها أصول قوية اللي يفرق أن نحن داخل منظومة المدن الصحية العمل التطوعي ممنهج يقوم على التدريب يقوم على سد الشواغر والاحتياجات اللي كل مدينة هي تحددها وأولويات العمل فيها تطبيق تداخلات الاستثمار الأفضل ووضع مبادرات متعددة القطعات من حيث التكلفة الشاملة لكل الفئات السكانية بهدف التقليل من أثر العوامل الشائعة للإصابة بالأمراض غير السارية والله أهم المميزات للمدينة عندنا أنها فيها روح شبابية وروح تطوعية كبيرة جدا هي مدينة سكانية من توزيع حكومي فتضم في جميع فئات المجتمع الكويتي ومعروف من المجتمع الكويتي التطوع وحب التغيير وحب التطوير للأحسن فلما اجتمعنا مع المختار مع أكثر من جهة حكومية وحتى جهات خاصة كانت معانا بالمدينة نفسها بمكتب المختار حاولنا ننظم الجهود فيما يخدم المصلحة العامة وكانت مبادرة المدن الصحية صراحة تخدم توجهنا عموما فتواصلنا مع مكتب المدن الصحية بالوزارة ويو عندنا وقدموا المحاضرة وشفنا أن هذا اللي رح يرتب لنا شغلنا المركز الصحي في مدينة عبدالله المبارك مركز طب عائلة صار لتقريبا سنة ونص حولنا لنظام طب العائلة اللي هو الدكتور رح يشوف كل العائلة وفيه أكثر من خدمات موجودة فيه يقدم خدمة المختبر عيادات السكر عيادات الأمراض المزمنة عيادات الطفل السليم النساء والولادة الأسنان الصحة الوقائية كلها موجودة بمركز واحد الطفل السليم هي عيادة خاصة تهتم بالطفل من عمر الولادة إلى عمر خمس سنوات من ناحية التغذية من ناحية التطعيمات من ناحية النصائح الطبية من ناحية التطور النمو الطفل عندنا direct access يعني على طول نقدر نحول بعض الجهات وبعض الجهات عن طريق مستشفى الفروانية طبعا اللي يديرون العيادات هذه كلهم أطباء كويتيات حاصلات على الدكتوراه من طب العيلة